أعطيكم العافية يا رب معكم أمر معوض وخلينا نكمل بالبر الثالث من شابطة 11 وصلنا هون عند خصائص السوائل أول خاصية معنا هي التوتر السطحي كيف يعني التوتر السطحي؟ تعرف لما تكون مترنك في كاسة ماء نعتبرها هون وتيجي حشرة تجلس هون تعمل زي دوائر صغيرة موجودة هذه هي تولد طاقة هون اللي هي الطاقة اسمه وهي الطاقة بتعمل على زيادة مساحة السطح على السائل طبعا تأثيرها كالتالي على السطح الجزئات بتتحرك من جميع الاتجاهات لاحظوا ما عدا الاتجاه للأعلى ما بتتحرك للأعلى أما إذا كانت الجزئات في داخل السائل بتتحرك من جميع الاتجاهات لا أكثر شبه من هي علاقتها مع كل ما زادت زادت التوتر السطحي إذن العلاقة طردية طيب خلينا نحل السؤال طيب هنا لندن فورج اتش اف غابط هيدورجونية مركب سي لاحظوا نطوين بس انه لندن فورج مركب عضوي سي اتش ثري سي اتش تو سي ال هذا دايبول دايبون سي اتش ثري او سي اتش ثري برضو دايبول دايبون اذا الاعلى توتر سطحي هو الاعلى هو حيكون جواب بي طيب ننتقل الا الكوهيشن والادهيشن لقوة التماسك وقوة التلاسق الكوهيشن اللي هي طرابة القوة ما بين الجزيق نفسه اما قوة التلاسق هي ما بين جزيقات بختلفه بيمنا هون مثال المي والزئبق لاحظ هذا الانبوب اسمه انبوب الشعري او الكباريون في الماء قوة التلاسق اكبر قوة التماسك وذلك يرتفع الماء في الانبوب الشعري يعطي شكل مقاعر هذا المهم لنا والزئبق قوة التماسك اكبر قوة التلاسق ما بيرتفع الزئبق بعطي شكل محدب لاحظة هون الزئبق اعطى شكل محدب والماء اعطى شكل مقاعر بالاعلى هنا في سؤال عليه بحكي لك انه افضل سبب انه ليش المياه بالانبوب الشعري تعطي شكل مقاعر لكن الزئبق بعطي شكل محدب السبب الاول بحكي لك انه الزئبق ما حكينا ايش ما حكينا اي علاقة مع فالجواب مش صحيح يعني هي الجواب صحيح مية بالمية حكيناها من قبل لهون اذا هي الجواب امكانك تطلع باقي الخيارات يعني هي هتكون مش صحيحة بنطق الخاصية الثانية وهي الفيسكوسيتي اللي هي اللزوجة يعني مثلا العسل العسل يعني جدا لزج بكون لما تعرضوا لحرارة لاحظوا العسل بيصير سائل بيصير يعني تعرضوا لحرارة بيصير تحرك بسرعة بشكل عام فاذا اللزوجته خفت فانا بني اني تعرف علاقتها مع درجة الحرارة كل ما قلت الفيسكوسيتي او عفوا كل ما زادت درجة الحرارة قلت اللزوجة قلت الفيسكوسيتي طبعا علاقتها مع الانتر موليكير فورس علاقة طردية كل ما زادت زادت اللزوجة في عنا الكينيتك انيرجي اكيد مرت معكم كتير اللي هي الطاقة الحركية بهمني تعرف ان كل ما زادت الطاقة الحركية زادت درجة الحرارة يعني احنا فيه حالات تحول المادة مثلا ما تتضخر المياه عندما تتضخر المياه اكيد معناتها بتزيد درجة الحرارة فكل ما زادت درجة الحرارة معناتها يتبعها زيادة في الطاقة الحركية طبعا السؤال بحكي لك طبعا السؤال بحكي لك which factor effects the viscosity of a liquid حكي لك اش العامل بيأثر على السائل اللزوجة السائل وهي ايش درجة الحرارة هكناها which substance is most likely to have the highest viscosity اي الجزئات الاتية اعلى viscosity اعلى viscosity معناتها اعلى انتر موليكيار فورس هذا هاي الرابطة هيدروجينية وهذا مركب عضوي لندن فورس وبرضو هذا مركب عضوي لندن فورس اذا الجواب حيكون الرابطة هيدروجينية طب ننتقل لل الضغط البخاري في تحولات السائل اللي حكناهم من قبل درجة الحرارة تغير معها الضغط البخاري كيف يعني؟ يعني احنا في التحولات المادية حكينا مثلا التبخر التكاثف التبخر الزيادة في درجة الحرارة التكاثف نقصان في درجة الحرارة يتبعها ذلك تغير في الضغط البخاري كل ما زاد الدرجة الحرارة يتبعها تغير زيادة في الضغط البخاري لاحظوا هنا الشكل هذا مثال على الماء لاحظوا هنا الدرجة الحرارة علاقتها مع الفيبر برشار كل ما زاد الدرجة الحرارة بتزيد الفيبر برشار متزايد طبعا هذا المياه فقط يعني العناصر الثانية بتكون اللاقة مختلفة يعني بعض العناصر بتكون هيك بعض العناصر بتكون هيك الشكل حسب كل سائل كيف بكون عاليته يعني بهمني كنت تعرف انه كل ما زاد الدرجة الحرارة زاد ضغط البخاري هذا اشي جدا مهم كل نقطة لاحظوا يتبع يكون لها درجة الحرارة يتبعها ضغط بخاري لاحظوا هنا عند المياه عند المية يكون الضغط البخاري واحد وبيبنا نعرف شو علاقتها مع كل ما زادت قلت ضغط البخاري علاقة عكسية طيب هم بحكي لك طيب هم بحكي لك حكي لك انه بسير لك كلما الضغط البخاري تأثير عليه لما تزيد درجة الحارة اكينا اذا بتزيد وهنا تعريف الفيبر برشار طيب 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 حكي لك اي جزئات الآتية اعلى فيبر برشار لاحظوا اعلى فيبر برشار معناتها اقل انترموليكولار فورس لاحظوا الجزئات كلها متشابهة كلها رابطة هيدورجينية اذا ايش ننسوي نطلع المركب الوضوي اللي جنبها ايش اقوى انتر اقوى مركب وضوي الجواب دي ولكن هو بحكي لك اعلى فيبر برشار اذا اقل اضع اضعف جزئ احنا هذا هو الجواب اذا الجواب هيكون ايه هو اقل عدد ذرات كربون طيب خلينا نتوقف هون وان شاء الله منكمل في البارت الرابع والتكومة نافي اشتركوا في القناة